طيب أول شيء أهلا وسهلا فيكم جميعاً نورتوا وشكراً إنكم التزمتوا بالوقت هاد بساعد أستاذ خالد إنه يعطيكم نقطة أكتر إن شاء الله ولا هو بس بدي عزمني قدامكم أستاذ خالد للعشر ونص لو سمح بتضلك معنا عزوم فإن شاء الله الجلسة حتكون كتير حلوة مفيدة أستاذ خالد من أوائل الناس اللي أنا عرفتهم بالأردن اللي تحدثوا بالسوشال ميديا وهاد بصراحة بالنسبة اللي بيميز الناس اللي دخلوا حديثاً على السوشال ميديا إنه صار يعرف الإشي اللي بينجح على وسائل تواصل إجتماعي أو اللي ما بينجح رح أحط ميوت أول معلش ميوت أول معادة أستاذ خالد صار عنده خبرة بهاي المواضيع طبعاً وهو كان من مسك السوشال ميديا لشركة زين وأسس القسم هناك فكل اللي شفتوه بالسنوات السابقة من ضجة أعلمية حول زين وأنشططها وفعليتها كان الرأس القائم على ذلك يعني أستاذ خالد ففعلياً التجارب اللي حيشارككم فيها من عنده تجربة مع شركات صغيرة يعني صبية تفتح مشروعها من بير لشركات ضخمة مثل زين الأردن وشركات أخرى وحالياً أنا وأستاذ خالد كمان شغالين عن شريعة مختلفة متعلقة بالسوشال ميديا إن شاء هو بيعمل استشارات زي ما قلت لكم مدفوعة بس إحنا يعني أخذوا من وقته ساعة أو ساعة ونص لحتى يفيدنا من خبرته عن أسرار التسويق للمشاريع سواء كان مشروعك معجنات أو مشروعك إنك من البيتك تركب إشي وتبيعه أو مشروعكم إنكم تفتحوا مطعم كامل أولاً وأخيراً اسمه تسويق فرح يساعدكم رح نبلش مع أستاذ خالد رح يبلش هو بنقاط كاتبها عن الأسرار اللي مجهزيكم إياها وبعدها رح أدخل وأسألوا كم سؤال من كتير ترددوا عندي على الشتوري على الإنستجرام وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نغطي كل إجاباتكم بكون شاكرة إذا عجبتكم هاي الجلسة وتكونوا هيك كتبتم ملاحظتين ثلاثة تشاركوهم عندكم على الشتوري وتعملوا من شاناً أستاذ خالد بيكون حلو هاي تبادل معلمات مثلاً حضرتوا جلسة واستفادت وانت وثري وتشاركوها عندكم على الشتوري بنكون إحنا سعيدين وحسينا الفيدباك عن جد تعمم فأستاذ خالد المايك معك شكراً ألاء وشكراً لتحدي ألاء الشهري والجمهور العظيم ما شاء الله عليكم أرقام رائعة جداً رح نبدأ بإشي بسيط جداً يعني أنه ليش الناس بروحوا بلجأوا للتسويق الرقمي لأنه بالتسويق العادي أنا مهما كان مشروع صغير أو كبير لما بدي أسوق له أنا معارفي حلقة معارفي هي الناس اللي حوالي الأهل والجران والمعارف طيب إذا بدي إلى المشروع يكبر أكتر من هيك إني أستهدف ناس أكتر من هيك إذن بلجأ للمنصات الرقمية وبقدر أستهدف ناس خارج حلقة الاجتماعية تباتي هاي واحد اتنين بقدر أستهدف ناس حسب مواصفات معينة فإذا كان مثلاً مشروع تبعي المنتج بس للسيدات مثلاً بأعمار معينة بمكان معين أو بأماكن معينة بقدر أستهدفهم بالترويج الرقمي بشكل صحيح من خلال الإعلانات الرقمية والحلو بالموضوع أن الإعلانات الرقمية مش بس أني أنا أكبس زر البوست وأنشر على نطاق واسع فقط ولكن أنا ممكن أعمل زي مثلاً الفيديو هذا خلني أحكي إحنا في عنا قديش 270 شخص عم بيشوف هذا الفيديو إذن إحنا نشرنا الفيديو هذا على الفيسبوك لفترة معينة بعدين نسوي إعلان بكرة فمنحكي إحنا ما بدنا نستهدف ناس من أول جديد إحنا عارفين مي بدنا نستهدف بالضبط إحنا بدنا نستهدف كل الناس اللي شافت الفيديو تبعاً بارح اللي هو الفيديو هذا فأنا إيش بسوي إذا عندي مشروع مثلاً مشروع طبخ فبحكي أنا اليوم بدي أطلع بفيديو أعطيكم محاضرة لمدة نصف سيعة عن فوائد الطبخ أو مثلاً أسرار الطبخ وكيف نعمل الطبخ وهذا مفيد وبشكل مجاني لكل السيدات أو لكل الناس اللي ما عندهم خبرة بهذا الموضوع ورح أعلمكم كيف تطبخوا المنصف مثلاً فشو بصير هون إحنا رح نجذب كل الناس اللي عندها نفس الاحتمام بالطبخ ولأنه إش مجاني وإش مفيد مش بس يعني مجاني مجاني وعنده كمان قيمة عالية جداً ورح إما يشوفوا أو يتفاعلوا على هذا الفيديو بعدين تاني يوم مثلاً بعمل إعلان متفوق وبحكي للفيسبوك أو الإنستجرام أنا بدي أستهدف فقط الناس اللي تفاعلوا على هذا الفيديو لأنه عندهم اهتمام عالي بمجال عمل المشروع تبعي فأكيد رح يعجبهم المنتج أو الخدمة اللي أنا بقدمها فهذا الحلو به موضوع الإعلانات نفس الشي أنا بادر أستهدف يعني المشاهدة على الفيديو الفيسبوك تحسب من أول ثلاث ثواني فمعظم الناس اللي بيجي بيشوفوا فيديو بيشوفوا من أول ثلاث ثواني بعدين بيصير للأسف ضرب كبير نزول في المشاهدة بإعدادة كبيرة جداً فأول ثلاث ثواني بيكون مشاهدات عالية بعد الثلاث ثواني بيكون مشاهدات متدنية وهون أنا بادر ألعب أنا أني أبعت حملتين ممولتين واحدة برسالة معينة فقط لتستهدف الناس اللي شافوا الفيديو بأول ثلاث ثواني هدول الناس كانوا ماشيين ما عندهم اهتمام عالي عندهم اهتمام بسيط فضول مش اهتمام حتى بموضوع ومش متأكدين إذا نحن بدهم المنتج أو الموضوع طبعنا وهدول فأنا بستهدفهم برسالة معينة على أساس أني أجدبهم أكتر بعدين بروح للناس اللي شافوا الفيديو على الأقل مثلا خمستاشر ثاني معناته هدول الناس مهتمين بالمنتج طبعي إذن هدول بستهدفهم برسالة أخرى فصار عندي حملتين بطلعهم وبستهدفهم برسائل مختلفة تناسب كل جمهور فالترويج الرقمي جدا جميل بقدر برضو نفس الشي أني لما أعمل حملة ممولة أمسك الكود بسموه الفيسبوك بيكسل وحطه عندي على الموقع وكل ما حد يزور الموقع أول ما يرجع على حسابه على الفيسبوك رح يلاقي الإعلانات تبعيك بوجهه فالإعلان الحملات الممولة على الفيسبوك والإنستجرام بتجيب نتائج عالية جدا من حيث حسب الأهدار ممكن أني أنا بدي أنشر اسم المنشور تبعي وأشهره وممكن أني أنا بدي أجيب زباين للمنتج تبعي وممكن أني أنا بدي مثلا أخلي الناس تنزل التطبيق تبعي أو مشاهدات عالية للفيديو ما فيه أكثر من هدف لهذه الحملات الممولة على الفيسبوك والإنستجرام المنصات الاجتماعية فيه ناس بحكوا طيب أنا عندي مشروع وبيدي أروح على منصة اجتماعية بس مش عارف أي منصة اجتماعية هنا بيجي أنه بدنا نحكي لمدة خمس دقائق فقط عن كل منصة كل منصة اعتبروها زي بلد لحالة كل منصة رقمية هي بلد فعندنا الفيسبوك يعتبر أكبر منصة اجتماعية اللي هو زي مين؟ زي أمريكا كل ما بتطلع منصة أخرى اجتماعية بحاول يستحود عليها وإذا مرضيوش بروح بتطلع خاصية على لساس تنافسها وتخرب عليها فهو شوي هيك متنمر هذا الفيسبوك وأكبر منصة طيب ممتاز بالنسبة لتواجدنا نحن في الدول العربية الفيسبوك مشهور في بلاد الشام وشمال أفريقيا طيب بالنسبة للإنستجرام الإنستجرام طلعت منصة اجتماعية وصار فيه هجرة بفئة عمرية معينة من مستخدمين الفيسبوك للإنستجرام وطلعت مقالات أنه الناس بعمر المراهقين صار ما يحسوا أنه الفيسبوك مناسب لهم صاروا يروحوا على الإنستجرام لأنه كانت مرصة شو أصدقائي بس تتأكد إسمائي تحطيه جميعا شكرا شو سوى الفيسبوك راح تحوذ على الإنستجرام وضمها لإلو هون شو صار الإنستجرام هي منصة اجتماعية للناس اللي مهتمين بنمط الحياة اللي هي الأكل والشرب والموضة والمكياج الصحة والرياضة هدول الناس والفنانين متواجدين على الإنستجرام نسبة الفئة العمرية اللي بالجامعة بالأردن أعلى من الفئة العمرية فهون إيش نحس أنه الإنستجرام للناس في المجالات والإهتمامات هذي شوي عمرهم صغير بعمر الجامعة وكمان نسبة الجندر الأنثوي السيدات أعلى من الذكور فإذاً أنا عندي منتج أو مشروع والمنتج أنا بتمنى أنه يكون زباينه مثلاً أو عامله لزباين من السيدات إذن الإنستجرام منصة مهمة جداً فبطل عليها من ناحية المنتج من الجمهور المستهدف هاي واحد اتنين إيش الاهتمامات تبعتهم إذن المنتج تبعي أكل، فن، رياضة، مكياج، موضة معناته الإنستجرام المنصة المناسبة إلي فيه كمان عامل ثالث اللي هو الإنستجرام وين مشهور فالإنستجرام مشهور بالبلاد الشام وبشمال أفريقيا وكمان بالخليج فالخليج بحبه دائماً هم متعودين على المنصات الاجتماعية اللي بدت على الموبايل قبل الكمبيوتر فالمنصات الاجتماعية اللي بدت على الموبايل قبل الكمبيوتر اللي هي تويتر، إنستجرام، سناب شات وتيك تاك بالنسبة للفيسبوك، فيسبوك بدأ على الكمبيوتر مش على الموبايل والاستخدام العالي في الخليج يعتبر الموبايل أكثر من الكمبيوتر طيب، فعندنا هنا حكينا عن الفيسبوك، حكينا عن إنستجرام ظل أننا نحكي عن تويتر، تويتر هي منصة اجتماعية للمشاهير الإعلاميين والسياسيين اللي بيفرق بالتويتر إنه فيها قادة الفكر الناس اللي عندهم علم عالي في مواضيع محددة فإذا نبحث هي، فهي تعتبر هي من أفضل المنصات للعلم يعني أنا بنصح كل واحد يكون متواجد على تويتر مش شرط يكون متواجد بشكل نشط ولكن يكون متواجد لرصد الحسابات المهمة في مجال عمله فتويتر مهم جداً، ظل عنا لينكتين، هروح لليكتين وأرجع على تيك تاك مش رح أحكي على سنة شات لينكتين برضو مهمة جداً لصناع القرار فتويتر لقادة الفكر ولينكتين لصناع القرار إيش يعني صناع القرار؟ يعني شخص أشخاص متنفذين في شركات أو في مؤسسات فأنا ممكن ألاقي هذول الأشخاص بلينكتين هي أفضل منصة أن ألاقيهم فإذاً أنا رحت على لينكتين كان عندي تواجد ممتاز لحساب تبعي عمله بطريقة رائعة جداً وبقدر أقيس مدى جودة الحساب عندي وبعدين إذا عندي بعض مهارات النشر أو التفاعل ما عنديش مهارات النشر بتفاعل مع الحسابات المهمة فبروح ببحث مثلاً على المدير التنفيذي لشركة الاتصالات عنا في بلدي مثلاً لأني أنا مهتم بالشركة هذه أو بعملهم أو أني كن في شراكة بينهم وبينهم فبرصد نشاط هذا الشخص على لينكتين وبصير أتفاعل مع البوستات والمحتوى تبعهم وبعدين بعد ما أتفاعل من مدة أسبوع تقريباً بقدر أروح وأتواصل أطلب طلب تعارف وأبعت لهم رسالة وهي الشرات هذه فحكينا على فيسبوك، إنستجرام، تويتر وحكينا على لينكتين هلأ تيك تاك تيك تاك بنصحكم هو أفضل منصة اجتماعية هو الأفضل وعم بصعد بصعود سريع جداً وبنصح اللي حاوز يكون عنده متابعين بشكل سريع يروح على التك تاك 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 هي منصة رائعة جداً يعني بدي أنا مستعجل أنا عندي المحتوى المتميز المتخصص وبقدر عندي القدرة أني أعمل فيديوهات وأنزلها بوتيرة عالية أنزل باليوم فيديو أو بالأسبوع ثلاث فيديوهات معناته أنا خلال فترة قصيرة حصلين عندي عشر ثلاث ولا عشرين ألف متابع وهدول اللي أنا جمعتهم ممكن أصير أسوي سبيل أوبر أني أروح على المنصات الأخرى وأصير أجيب جمهور من تيك تاك للإنستجرام من خلال الريلز أو الخواص الأخرى فهدول بالنسبة للمنصات الاجتماعية الخمس الحقين عنهم بنصح آخر نصيحة أنه ما بشوف ناس كتير بيعملوها عشان هيك أنا بنصحكم فيها مهما كان مشروعكم صغير أو كبير بنصحكم أنكم ترصدوا الحسابات المماثلة والمنافسة فإذا كان أنا عندي مشروع أعمل مفن أو إذا كان عندي مشروع أعمل سيارة مهما كان حجم المشروع بروح ببحث عن نفس الحسابات اللي بتقدم نفس الخدمات مش شرط عندي بالبلد أي مكان آخر لغة أخرى أفضل حتى بكون فبروح وبشوف إيش عم بيعملو إيش عم بنزلو كم مرة بنزلو كم محتوى كم منشور باليوم إيش أنواع المنشور بسيئة حلل في نوع وفي شكل النوع اللي هو محتوى تعليمي محتوى ترويجي محتوى ملهم والشكل اللي هو محتوى نصي صورة فيديو فبشوف إيش الأشكال وإيش الأنواع اللي بنزلوها وبصير أنا أستلهم منهم بعض الأفكار وبشوف بعض قصص النجاح اللي هم عملوها اللي ممكن تفيدني بشغلي وبتجنب الأخطاء اللي هم عملوها على أساس أني أنا ما أبتكبها مرتان هذه هي بعض النصاح السريعة اللي حكيناها بـ 18 دقيقة والآن باب الأسئلة متاح طيب أول إشي أنا بدي أسألك أستاذ خالد من أسئلة اللي كانت تصلنا كتير اللي هي الاستمرارية والتوقف في النشر في ناس مش متفرغين دائما إنهم دائما كونوا بينشروا معظم الموجودين هون عندهم مشاريع وبتوقع إنه social media مش their number one business عندهم إما دراسة أو عندهم أسرة أو عندهم مشريع تانية أو وظيفة كاملة شو النسبة لازم الشخص يخصصها أسبوعيا لنشر أو شو كمية المحتوى لازم الشخص ينشره لحتى فعلا يكون معطي من وقته ويستمر على هذا الموال فعلا بيوصل وبينتشر شرع جدا شوف بنركز هنا على الجودة أكثر من العدد فإذا أنا بنزل خمس منشورات بالأسبوع أو بنزل منشور أو اتنين بس بجودة عالية المنشورين أفضل من خمسة فالجودة هنا هو المعيار الصحيح مش العدد هاي أول نقطة تاني نقطة بنا نعرف إحنا إيش أنواع المنشور اللي بكون مرغوب فيه على المنصات الاجتماعية فكل منصة بفترة معينة بتكون عندها الخاصية المفضلة المدللة وبيعطوها مساحة للانتشار بشكل أعلى على هاي المنصة فمثلا بالنسبة للتويتر في عندنا خاصية للثريد الناس بيحبوا أنه يكون في محتوى نصي من خلال تغريدات متسلسلة بيحكي عن موضوع متخصص بالنسبة للتويتر معلش دقيقة خالد بس لو سماحت بتحط ميوت أول وأرجع أشيله ميوت عن نات أنا حاطة ألاو بارتسبانس ميوت أول هلأ رح أرجع أشيله عنك معلش خالد بس عشان يكونوا مرتاحين هم عم يسمعوك أنا واحد أجنبي تخ عندنا أجانب لازم تشوفوا هدول هدول أجانب اللي بلاحقوا اللينكات الزوم اللي بلاحقواها بنتشرة أونلاين وبصيروا بس يدخلوا يتخوتوا إحنا عنا يوم اللايف دايماً بنسمع عنهم هدولة ما بعفتش اسمهم اسمهم هم I think الزوم هاك إذن هاي حطوا بنص أنفة اللي هم بيدوروا على أي زوم running zoom public وبنضموا وبصيروا ينشروا تخويت طيب هاي قد ما تقول عملتلك الميوت خالد يالله شكراً يا بروس الله معك في عنا مية روز أوكي أوكي في عنا لسه في الاسبام موجود بتشاته أنا هاين هاين بعملهم واحد واحد ياب أنت تطنشوهم وأنا هلا وراهم وراهم طب أنا كمل صح؟ أوه كمل خد راحتك فجودة المحتوى اللي هي أهم هلأ فعنا احنا شو الخاصية؟ فالخاصية لكل منصة مهمة جداً حكينا احنا تويتر ثريد بالتويتر بالنسبة للإنستجرام اللي هو الإنستجرام كروسل مهم جداً بالبوست بنزل أكثر من صورة تقريباً إلى 10 صور بطلعهم بطريقة حلوة اللي هو عن طريق خطوات يعني أنا عندي شغلة بدي أحكي لكم كيف تعملوا هالشغلة هذه من خلال الخطوات هذه وبعملها تصميم كروسل طيب شو كمان؟ في أنا الريلز برضو مهم جداً لأنه بالإنستجرام بنافس التيك تاك في الريلز بشوفوه مش بس المتابعين المتابعين وغير المتابعين فبنصح أن يكون في عنا فريكنسي عالي مش بطالة من 2 إلى 3 بالأسبوع لفيديوهات الريلز فصال عنا كروسل وريلز على الإنستجرام التويتر ثريد على التويتر وفي عنا على اللينكتين ممكن PDF نفس الكروسل تبع الصور على الإنستجرام بعملو كPDF على اللينكتين وبعمل محتوى نصي أو فيديو قصير على الفيسبوك هذا كل الكلام ممكن يكون هو عبارة عن بوست واحد كيف بعملها أنا أحكي لكم كيف بعمل أنا يجو لي مثلاً بلاقي بدي أحكي عن مثلاً إيش أهم أدوات في 2022 هذو أدوات جديدة رح أحكي عنهم فبروح بعمل بحث بروح ببحث باليوتيوب ببحث بالمدونات ببحث بتويتر بينما أنا ألاقي لي لقيت هنا 13 لقيت هنا 20 لقيت هنا 10 أنا بروح بجرب 3, 4, 5 منهم وبحكي بدي أحكي عن 5 أدوات فجروح بسوي بكتب منشور محتوى نصي وبنزله على لينكتين بعدين بروح على كانفا وبعمله زي كاروسيل بصممه بأداة كانفا بالمجان فبصار عندي هلأ محتوى نصي اللي بقدر أستخدمه على لينكتين وبقدر أستخدمه كمان على تويتر كتويتر ثريد وبقدر أستخدمه ككاروسيل صور على الإنستجرام وبقدر أستخدمه كPDF صور على لينكتين مرة تانية والمحتوى النصي بنحط على لينكتين تويتر وفيسبوك والمحتوى التصويري على الإنستجرام وعلى لينكتين وبقدر أطلع بفيديو قصير أحيى عنهم فشافين هي مادة واحدة ومحتوى واحد ولكن سوت له أني أنا طلعته بأكثر من شكل وبجدوله ينزل على أكثر من مكان هالكلام هذا اللي هو البحث إذا أنا عندي مصادر موجودة فأنا ببحث عن الموضوع وبعدين بروح بنزلها بكتبها أول إشي محتوى نصي بعدين بروح بصممها على كانفا وبنزلها وبصير عندي المحتوى نفسه بس هو موجود بأكثر من شكل وبسوي له جدوله فإذا عندي أنا بالأسبوع بوستين زي هيك بس أشكالهم مختلفة خلاص هذا اللي بدي إياه فقط لغيها موضوع هذا بيأخذ مني خلني أحكي ساعتين ساعتين بالأسبوع ببحث بعمل بحث وبعدين بعمل كتابة بعدين بعمل تصميم بعدين بعمل جدولة خلال هالساعتين بكون أنا خلاص أنا خططت لمحتوى الأسبوع القادم ما نفس الشي فأنا بخطط تصميم وإخراج المحتوى ساعتين بالأسبوع للأسبوع كله وبحكي كل يوم السبت بدي أنا أكون عندي ساعتين أساس أضلع بوستين بأشكال مختلفة يغطوا كل البوستات طيب أستاذ خالد سؤالي كتير تاني مهم بالنسبة لموضوع خلط الحساب الشخصي أو الأكاونتات بين شخصيتك وبين شغلك يعني إشي أنزل عن صورتي أنا وزوجي إشي أنزل أنه أنا عندي بيبي إشي أنزل أنه أنا سفرت سفرة وبين أني أسوق لمنتجاتي قديش من حياتنا شخصية بتشوف مناسب تنشر على الأكاونتات اللي برضو عم ننشر من خلالها مشروعنا ممكن مشروعنا أنا صيدلانية ممكن أنا شاب مثلا بحول قطع أثاث خرباني لأثاث مميزة قديش من حياتي الشخصية أدخل على السوشال ميديا لأنه بنعرف أنه هذا اللي بيجيب لبيوز والمشاهدات والترنز أوكي هلأ المحتوى إحنا حكينا فيه محتوى ترويجي للمشروع تبعي فيه محتوى ملهم ومحتوى تعليمي فعندنا محتوى ترويجي عن المنتج أنه محتوى تعليمي عن قطاع العمل فعندنا المنتج ممكن يكون كوبكيك قطاع العمل ممكن يكون صحة وأكل صحي أوكي فهذه النوعين طيب إيش فيه كمان فيه عندنا محتوى ملهم وفيه محتوى اجتماعي المحتوى الاجتماعي ممكن يكون تحية ممكن يكون سؤال مصابقة كذا هلأ بالنسبة لسؤالك بالذات بالضبط أنا بنصح أنه نركز على المشروع دائما نركز على المشروع هلأ إذا كان المشروع أو البراند أو العلامة التجارية هو اسم الشخص اسم المؤسس أو المؤسسة إذن أنا هنا عم بحكي عن خالد الأحمد عم بقدم شو اسمه؟ خدمة خالد بقدم خدمة استشارات هذا هو اللي أنا ببيعه خدمة استشارات طيب الناس مهتمة بالاستشارات كمنتج أو كخدمة ومهتمة كمان بقطاع العمل بدها كمان معلومات أعلمها هلأ خالد وأنسنت هاي بسموه أنسنت العلامة التجارية تبعت خالد ما في مشكلة بس أنا أقترح أقترح أنها تكون بنسبة ضئيلة جدا يعني الناس هلأ أحكي لك إيش الفرق لما أحكي للناس أني أنا أني أنا متواجد بالمطعم الفلاني ما بهم هالناس أنه خالد أنت عم توقف ما بهم ناش بالمطعم ولكن إذا أحكي أنه مثلاً كالجزء من الإعلام التجارية تبعت خالد أني أنا متواجد بالمطعم الفلاني لأني مطعم هذا بقدم مثلاً أكل نباتي لأني أنا في حمية والحمية إلها واحد عشرين يوم فأنا هون إيش صار؟ أنا عم بحكي عن محتوى ملهم بساعد الناس بطريقة معينة في أنا الخطة الأماشية بحاول ألهم لأ هون ما في مشكلة ولكن إذا أنا دائماً بسبح أنا موجود هناك وأنا بوجود هناك وأنا بسوي هيك وأنا بسوي هناك لازم دائماً أفكر في فائدة إذا بدي أسوي أنسنة للعلامة التجارية تبعت الشخص تبع المؤسس لازم يكون في إلها برضو فائدة مش بس بدك تحكي لي أخبارك الناس ما بتهم أخباري أو بس طيب هل التنويع مهم يعني أنا بنازل عن الرياضة دائماً أو بنازل عن الأكل الصحي حكي لنا شوي عن الناس اللي بنازلوا زي لايف ستايل أكتر والناس بيركزوا على لايف ستايل يعني محتوى منوع والناس بيركزوا بس على إشي واحد قديش ممكن الجمهور عن جد يميل هل المشكلة بالمحتوى إنه مش منوع ولا المشكلة بنفسه يعني الستايل تاع الكونتنت موحد ومش منوع ما فيه ريالز وإشياء إبداعية ولا المشكلة إنه لازم ندخل عناصر خارجية يعني أنا بحكي عن الغذاء الصحي بس مرات بحب أحكي لكم عن تجميلية بستخدمها هل لازم أكثر عشان ما يصير ملل عند الناس كل مرة بتابعوني بحكي عن نفسي كلام نفسي كلام حالو شوفي ألاء هاي الأمور من سهل الواحد أن يفتي فيها ولكن الحاكم بهذا الموضوع الحاكم القادي بهذا الموضوع هي صفحة الانسايت اللي هي التحليل تبعا الصفحة فأنا لما بنزل نمط المحتوى تبعي وعن بحكي عن المنتج تبعي وهذا ما أخذ مثلاً مية بالمية من المحتوى تبعي وأنا مرتاح ومبسوط في نسبة التفاعل والمتابعين وهي في صعود فأنا مثلاً بيجيني مثلاً مية متابع ولكن بيجيني مثلاً معاهم مثلاً تركوا المتابعة فهنا يعني مش عم بتقدم أنا نفس الشي ولكن إذا عم بشوف أنه في عندي متابعين عم بتقدموا مبسوطين والمحتوى تبعي عم بيجيب متابعين جداد وعم بيجيب تفاعل أنا ماشي صح أنا أموكي خلينا نفس الموضوع هلأ إذا أنا موضوعي أرقامي مش عم تطلع مش عم تتحرك معناته أنا لازم أغير معناته أنا كله هنا صار ممل فلازم أضيف شغلة أخرى على أساس تساند على الستراتيجي اللي أنا أعملها فالجواب سؤالك صعب لأنه بيعتمد من حساب الآخر ولكن القاضي بهذا الموضوع هو صفحة التحليل طب خالد في سؤال كتير وصلني عنك بصراحة لما حكيت لهم عن محتوىك وعن وجودك إنه ليش أنت مش موجود على فيسبوك ليش تركت الفيسبوك زائد ليش أنت مركز حالياً على لينكتين والتويتر إنستجرام يعني بس احكي لنا ويشات نظرك شخصية وهل هاي إشي ينصح فيه أو لا للجميع أو إشي شخصي مش نصيحة عامة يعني بس شوفوا أنا بالنسبة للفيسبوك أنا الفيسبوك أنا بديت تبعتي على الفيسبوك تواجدي أول شي كان على تويتر بشكل كبير أول ما بديت على السوشل ميديا بعدين انتقلت من تويتر إلى فيسبوك ولكن مؤخراً بعد الكورونا صار الفيسبوك شوية يعني بيزيد الاكتئاب عندي بيزيد المحتوى كان شوي ما يعجبني نوع التفاعل ما كان يعجبني فكان يأثر علي نفسياً فأنا قمت بالتضحية أني أنا حرقته حرقته على أساس كمان أني ما أقدر أرجع له يعني شلت الأصدقاء والمتابعين على أساس إذا ضعفت ورجعت له ما راح ألاقي حدا واو والله قرار خطير ما كنت عارة ما تخيلنا كمان حرق كله أنا سكرته بس لأنه كان عندي فيديوهات بجروبات ولسه بيستخدمهم الناس وكان لازم أرجعه فأنا هم بيستخدمه كأنه أرشيف فقط لغير يعني بشوف الذكريات وكذا باستخدم بعض البوستات القديمة بحطها على هلأ أحكي لكم ليش مش حكين إحنا كل منصة اجتماعية هي بار عن بلد فكل بلد هي حسب إلها جمهورها هلأ جمهور الفيسبوك كلهم الأهل والأصدقاء والمعرف أنا لما رح على الفيسبوك أنا بحس الفيسبوك الشعبوي هو الناس زي كني قاعد على قهوة بالبلد ما عندي مشكلة بهذا الموضوع ولكن لأنه بيأخذ من الفيسبوك أنجح منصة اجتماعية أنجح من حيث أن ممي بغيره مواكبه بشكل يومي بيخلوني أدمن بيخلوني أتصفح بشكل لا شعوري بيخلوني يجدبوني دائما فهذا عم بقضي وقت طويل على الفيسبوك كنت أيام زمان بس أنا مش حاس أن المرصة هذي عم بستفيد منها بشكل اللي أنا بدي ولكن فإيش سويت شكرت الفيسبوك ونقلت النشاط على اللينكتين فهلأ على اللينكتين جمهور آخر نوع محتوي اختلف برضو كمان أنا بحاول بس أنزل لشغلات المفيدة والملفات البيدي أف المفيدة فالفائدة من اللينكتين إجت بسرعة يعني عم بجيني استشارات عم بجيني شغل عم بجيني شغلات كتير من اللينكتين أسرع بكتير فهو نفس الوقت بس نقلته الوقت الرقمي تبعي من الفيسبوك إلى اللينكتين فصيرت ترجم ببيزنس للي لأنني أنا بالمرحلة هذه أنا بدي هاي الشغلة إذا أنا كنت بس بدي أرتاح وما كنت بدي أي شيء كان ضلتني على الفيسبوك بس هذا قرار شخصي مش عام طيب أستاذ خالد للأسئلة كمان اللي بتوصلنا بتحكي إنه تسويق المؤثرين قداش فعل أو لا بعرف إنك أستاذ خالد شغل طبعا مرة بنا ندك خالد مرة أستاذ خالد نعم خالد خالد ف بعرف إنك بتشتغل على عدة حملات مع عدة مؤسسات كبيرة ركروتينج انفلوانسر فأنت بالتالي مسؤول عن الكبي آي تاعهم إنهم يوصل لهدف عدد من الشيرز أو الريتش أو إشي معين فأحكي لنا عن تجربتك بهذا الموضوع التسويق من خلال المؤثرين موضوع مهم جدا وبتجيب تفاعل عالي جدا بفترة قصيرة جدا أنا بأعتبر زي كأنه بسميه قنبلة مؤقتة فهو بأعطينا انتشار مؤقت وبتعامل مش دائما ولكن إذا تم استخدامه بطريقة صحيحة رح يعطيني هاي البوش اللي بدي إياها رح يعطيني هاي الدفعة اللي بدي إياها بنصح فيه بس الشغل المهمة إنه لازم العلامة التجارية قبل ما تتعاقد مع المؤثر أو المؤثرة يكون العلامة التجارية فاهمة إيش عم تعمل هاي واحد اتنين جمهور العلامة التجارية أو المشروع أو الشركة يكون مطابق لجمهور المؤثر أو المؤثرة فهاي الشغلة مهمة جدا مرات إيش بصير إن أنا بدي هذا المؤثر لأنه عنده مليونين بتابع وبسوي معنا حملة بس ما بيجيب نتيجة ليش؟ بقول إنه جمهوره مختلف اهتمامات جمهوره مختلفة عن اهتمامات جمهورك فما رح يفيدك بأي إشي آخر خاصة إذا كانت هدف الحملة إنه نجيب مبيعات أو نجيب تنزيل أو نجيب تسجيل أما إذا كان نشر الإسم أوكي فالحملات هذه مهمة جدا وفي موجودة عندنا بالبلاد الشام مش كتير بالخليج موجودة بشكل أقوى بكتير والمؤثرين عم بتعلموا إنه صاروا عندهم السعر صار عندهم الورقة التحليلات يبين عندهم الأرقام للعلامات التجارية قبل ما يبدو وبنصح وكمان فيه مورونة عم بشوف إنه يعني فيه مورونة مش إنه إشي صعب جدا بنصح فيها وبنصح فيها حتى للمشاريع اسمعوني اسمعوا هلأ المؤثرين فيه إليهم طبقات فيه عندنا النانو المايكرو الميديم الماكرو فالنانو كنه من 1000 إلى 5000 باري من 5000 إلى 10 إلى 10 إلى 50 يعني 100 إلى 500 500 وفوق كل مكان المؤثر جديد لماذا تسميه صغير هذا تسميه جديد كل مكان المؤثر جديد بيكون جمهوره متخصص أكتر وبكون المؤثر جوعان إنه يخلق قصة نجاح فنصيحة لكم مهما كان مشروعنا صغير إنه نتقرب ونتواصل مع مؤثرين صغار اللي عندهم من 10 إلى 15 من 10 إلى 20 من 10 إلى 50 شكله الصوت خرب وأستاذ أستاذ خرب عم يخرب سوئي شكله صوت راح صوت راح إيش إيش عشر تلا بعجل أجال أجال مرة تانية فتواصلوا معهم والديل مش لازم تكون مادية مرات مرات إنه يكون فيه زي تبادل مقايدة بين المشروع وبين المؤثر الجديد أو المؤثرة الجديدة فأنا بنصح أنه تبدو بهذه الحملات بهذه الأشخاص الجداد وهذه العلاقة ممكن تكون طويلة مش بس حملة واحدة وبس بس غالين أنت بتحس الأرقام المنطقية في أنت شايف هذين أنا بحس يعني طبعا الله يبارك لهم لما تكون منهم مفيهم لا بس جد أنا بعرف إنهم غالين يعني ما يكون شخص أصلاً عم بيطلع من المنتج تاعه ربح عشر دنير أو 12 دينار ويجي إنفروانسر يقول له أنا ما بضمن لك ولا نتيجة وبأخذ على الشتوري مثلاً أنا عنده 150 ألف أخذ على الشتوري 300-350 دينار وما بضمن لك لأنه إنفروانسر ما بضمن يعني هو إنفروانسر فتفكيت كيف يتعامل مع هذا الموضوع شوفوا أحكي لكم هاي الأسعار موجودة بس هي هاي مش مش أسعار ثابت يعني أنا ممكن أتفاوض مع هذا الشخص وأنزل الأسعار وممكن أتفاوض معه وأحكي له إحنا بدنا أكتر من حملة بس مننجرب أول حملة فإحنا الميزاني اللي عنا إنتا حاكي 300 ولكن الميزاني عنا بس 170 150 أنا بقدر أعطيك بس 150 صدقوني ما رح يحكوا لا فمش كلهم بس يعني بتقدروا تجربوا تفاوضوا وما تأخذوا من أول سعر يعني كل مثلا أنا بتذكر أنا مرة كترت مقالة طويلة عن أول ما طلعت أسعار المؤثرين بالكويت كانت أسعار خيالية فلما نزلت مقالة وسويت تاج إشارة للمؤثرين معظمهم التواصلوا معي نتمنى إنه نحن نحصل على هذه الأرقام ولكن هذه أرقام غير حقيقية حطيتها ولكن إحنا اللي بوصلنا إشي تاني فالمفاوضة معهم ممكن تزبط شو رأيك بس بدنا نقترح لكم أصدقائي في فكرة سريعة اللي هي نظام المقايضة شوف شو السيربس اللي أنت بتقدر تقدم له إياها وبدلوا بس بدك كمان عندك يكون وقتها أسلوب كتير ذا كيفي أنك توصل لهاد الإنفلونسر ممكن إذا شفتوا واحدة مثلا حاملت قلوا لها أنا بدي أعمل لك الحفلة تاعتك فأنتوا شوي رح تتعبوا وبجز تصرفهم جابتكم شوي بس ما أنتوا فكروا بجز من جابتكم طلع مئة دينار وجهد يومين تلعتها بدل ما تصرفوا سبعمية دينار وهي رح تنشر أكيد عندها ولكل حيسألها من وين فهيك شو الاشي والاشي الثاني اللي هم ممكن تشتركوا مع حدا مثلا أنت بس بتعملي كيك يا الله قداش مثلا أنا شخصيا بصني طلبات للكيك ما بقدر أستقبل كل هات الكيك ما بلح أكله سرح لازم جبته معك فكتير حلو تعملوا كلابريشن سمحنا ستنين مثلا أنت بتعمل حفلات للأعراس شو رأيك لما تتفق مع انفلونسر تعملي حفلة أو أنت يا شب شو رأيك لما تتفق إنه تعمل كذا كذا تأخذ من عندي منتج أنا وياك بنشتغله مع بعض يعني أنا دائما لما تشتغل مع انفلونسر حطني معك ما بطلب منك فلوس بدي بس تسويق فبتصير وإن تتفكروا بطريقة أخرى لحتى اتروجوا لمنتجكم طيب خلين وأفضل طريقة للتواصل هي الإيميل مش الـ direct message أبدا أي انفلونسر محتم بالإعلانات بيكون حاطت إيميل أو رقم تلفون إذا مش حاطت بيكون عنده أصلا مدير أعماله ما بيدي يستقبل من خلال الـ WhatsApp يعني أفضل الأدوات لتصميم شوفوا أنا أحكيكم عن شغلة أنا ما عندي خلفية تصميم ولكن تعرفت على أداء اسمها Canvas C-A-N-V-A قبل أربعة سنين استخدمتها لمدة ثلاث سنين مجانا ولكن كتن ما بحب هاي الأداء صرت أدفع أستخدمها باشتراك متهول بنصحكم بهذه الأداء يعني بتعمل كل شي بتعمل تصميم السوشال ميديا وغير السوشال ميديا وفيها نماذج جاهزة قوالب جاهزة فأنا لما أروح هناك بحكي لهم بدي أسوي تصميم على الإنستجرام هم يحافظين القياس بالضبط فبحكي لهم أوكي ففرجوني النماذج اللي فيه منها مجاني فمنها متفوق إذا أنا بدي أستخدمه بشكل مجاني باستخدم بس المجاني وما فيه يعني ما رح يكون عليها اللوغو تبع الشركة وبقدر أرفع أي عدد يعني عدد لا متناهي من الصور تبعتي واللوغو تبعي وشغلات هذه وبحطها فبشكل مجاني بقدر أعمل تصميم جاهز كامل مية بالمية على أداة كامل واعتبروه استثمار أنا بعرف إنه فيه أشياء بتكلف بس للأسف قبل 3-4 سنين معظم التطبيقات اللي عم نستخدمها هلأ كانت free أو كانت دولار في السنة ولكن اكتشفوا إنه هذا البزنس هو هلأ كل الناس تشغلين عليه ففجأة صاروا يقلوا الفيتشورز المجانية ويزيدوا المدفوعة والناس تقول لك شو 3 دولارات مقابل التطبيق في السنة ولا إشي فصرتوا تلاحظوا إنه معظم التطبيقات الإطراحة الممتازة الفيتشورز فيها مدفوعة خلاص صار بزنس بالنسبة لهم طيب خليني أشوف شو فيه كمان أسئلة منكم أصدقائي خلنا نسمع صوت بسنت فضل يا بسنت بس إيش سريعا اللي بدي يسأل سؤال صوت طب سيراج مين جاهز فيكم أو رافعين من زمان ويوسف ميوت منا أكسل الميوت أوبس أوكي بسنت شلت الميوت عنك يعطيكم العافية أهلا وهي سيراج سلت عشان بعد بسنت أهلا أهلا بداية أعرفكم بنفس أنا بسنت دان صاحبة مشروع برنامج فيسفوريا على السوشال ميديا أهلا تصريق فيك يا دنيا ها صوقت قدان تلف من شخص فارفري شبتي عم نتعلم عم نتعلم صراحة أول شغلة كنت بحكيها لما شبت الإعلان عندك ألاء بعتت على السريع دايركت مسج لأستاذ خالد قلت له يريت نركز أكتر على كيفية الترويج للمحتوى مش الترويج للمنتج هاي كتير أنا بتغلب فيها أنه أنت عم بتروج محتوى اجتماعي بغضي نظر إيش طبيعة البرنامج تاعي أو متى بنزل أو إيش هيئة المواسم بس ترويج المحتوى صعب هلا أنا عم ببلش بموسم جديد رح ينزل برمضان اسمه كتير متغلب بموضوع الإعلانات أو التشبيك مع جهات معلنة يعني حاب أنه يكون فيه عروض خصومات إشي للبرنامج بس على السريع بيحكوا لي قدي الأرقام عندك هلأ أنا لسه الأرقام شوي يعني بالبداية خلينا نحكي أنا اشتزت موسمين بس الموسمين ما جابوا هالتفاعل عندي يعني كل مرة كنت بتعلم وبطور منه فهاي متغلب نوعا ما بحب أسمع نصيحتك أستاذ خالد أنه شو الإشي اللي أنا ممكن أزود فيه المعلن عندي وعم بدور على أشخاص لساتهم اجداد زي ما حكيتين ما عم بدور عن معلنين كتير كبار بطلب وأرقام عالي أو كذا بس مع ذلك بتغلب بهذا السؤال صراحة لما يسألوني يعني هي بتها سبانسرز لبرنامج هي مش جايب على فيوز كتير لسه فإنه الجاجة من جاجها والبيضة من بعضها بتجيب فيوز بتجيب سبانسر أول بتجيب سبانسر والبيوز أول أوش مش عارف السؤال بالضبط إنه كيف تلاقيهم يعني هم مش قابلين يعلنوا لها لأنه موسمها السابق ما جاب كتير بيوز فسبانسر يعني الصعب يجيب سبانسر لبرنامج موسم الأول ما جاب كتير بيوز طب ما هي محتاجة فلوس من السبانسر عشان تقوي برنامجها بيوز بدا رعاية أوكي شوفي أنا مني منك بحاول أجيب اسم كبير يعني وسط لكبير مجاني فباجي بحكي مثلا أنا بدي أروح أشوف قابل زين مثلا شركة اتصالات كبيرة عندنا وبرح بقابلهم وبفرجيهم بالمشروع تبايا وبحكي لهم أنا حاب أنه أنتوا تكونوا رعاية لإلي وما بدي ياكم تدفعوا فلوس خلي يعني بدل ما تعطوني فلوس عطوني تدريب ولا عطوني إشي ولا عطوني خدمة ولا عطوني إنترنت مجاني بس الخطة هنا أني أنا بدي أخذ اسمهم وحطوا عندي أني أنا في عندي زين راعية للمشروع تبعي عندي اسم كبير بعد ما أتفق مع زين أنه يعطوني يعني مش مدفوع رعاية بروح للشركات الأخرى أنها هي عندي زين بدي رعاية والرعاية عندي ثلاث باكيجات واحدة بألف واحدة باثنين واحدة بخمسة وبحط اسمكم جمزين فهو أنا بصير أجيب أبيع رعاية أو أجيب رعاية على اسم الشركة الكبرى اللي أنا جبتها أول مرة هذه الخطة شفتها نجحت أكثر من المرة الأشي الثاني اللي هو هون شوية بجزء تطري تدفعي يعني وقت تطري تدفعي من جبتك لحتى تعمل سبانسر لهذا الإعلان أو جيبي حدا مشهور يكون جزء من برنامجك وبالتالي تدفعي له مبلغ لحتى يكون ضيف وبناءنا هالحلقة بتحكي لهم شفتوا يعني أنا بقدر أجيب مشهير بس أنا بحاجة شركة مثلا إنتاج تصور لي هذا البرنامج وبالتالي بدي سبانسر فأحيانا لازم تحط من جبتك عشان ينجح الناس بس بدهم يحطوا مرة وقت وبنفس وقت ما بدهم يحطوا وقت كتير بدهم بسرعة ما بزبط يا بتحطوا وقت كتير واستمرارية وإبداع وأفكار وتخترعوا بواستات يا بتكم تحطوا فلوس عشان تسرعوا شوي العملية اتنين بزبطوا بس واحد أبطأ من الثاني طيب نشوف طيب أستاذ خالد بس احكي لنا شوي عن صناعة المحتوى يعني التسويق الواحد ينعرف أكتر صناعة المحتوى الإبداعي يعني هلأ هذا اللي كيف تكتب عنك كيف تكتب عن منتجك يختلف عن موضوع بس تعرض صفات منتجك احكي لنا شوي عنه وإذا الواحد ما عنده مهارة الكتابة من وين يجيب بوست إبداعية هيك لا أحكي لكم بشغلة المهارات التواصل عندنا كل شخص باختلف عن الآخر أنا يمكن أكون شاطر بالكتابي ولكن شخص آخر بكون شاطر بالفيديو شخص آخر بكون شاطر بالمحتوى الصوتي ففيه محتوى نصي محتوى صوتي محتوى فيديو ومحتوى صورة ففيه أربع أشكال للمحتوى كل واحد فينا لازم يعرف وينمي أي واحد منهم أنا شاطر فيه ففينا شاطرين بالكتابة مش شاطرين بالتصوير فينا شاطرين بالتصوير مش شاطرين بالتصميم يعني فكل واحد فينا عنده مهارة واحدة وإذا لسا تهجب لازم يشتغلها هاي أول شيء تفقنا على هاي تفقنا على هاي طيب شغلة الثانية لازم نعرف إحنا المحتوى طبعنا كيف من نحضره أشي المصادر طبعتنا كم نوع حكيان إحنا عندنا أنواع وعندنا أشكال عندنا أنواع محتوى ترويجي تعليمي وملهم واجتماعي عندنا أشكال نصي وصورة وفيديو وكذا فمن هون بسيء أن نوع أنا بدي أنزل هيك هلأ من التقارير الموجودة فبيحكي لكم أنه دائما إحنا بدنا الفائدة تكون عالية دائما الفائدة في أكثر من مقالة كبيرة جدا عن كيف بس نكتب العنوان الهيدلاين تبع المحتوى عنوان المحتوى هو اللي حيجد بالناس فدائما نسويه بطريقة مهمة جدا واحدة من الشغلات اللي هي لما بدي أصير أفكر بصناعة المحتوى بدي أعرف أنا إيش الموضوع المشروع تبعي فالموضوع ممكن يكون تواصل اجتماعي ممكن يكون ممكن يكون الهيدوكيشن لايف كوتشنج تربية وريبر إيش مكان من هذا الموضوع تبعي بروح بدي أعرف أنا إيش أكثر الأسئلة الناس بسألوها في هذا الموضوع في موقع اسمه Ask the Public فبروح هناك وبحكي لهم أنا بدي أشوف الأسئلة اللي بتيجي في موضوع الهيدوكيشن أو موضوع التربية أو موضوع الكوكينج فهيطلع لي تقريبا يعني مئات الأسئلة في موضوع أنا هاي الأسئلة مهمة لإلي لأن السؤال بصير أنا لما الناس بسألوا مثلا خلني أحكي أن أنا عم بدور على أسئلة في مجال الترويج الرقمي بروح هناك وبشوف مثلا أنه بعض أهم الأسئلة أنه كيف إيش الميزانية لازم أبدأ فيها بالحملة الممولة مثلا هذا السؤال المهم جدا أنا عرفت أكتر سؤال شائع ورائج في هذا الموضوع بأخذ السؤال وببني عليه أني أنا بدي أصير أن أزل الفيديو عنه أو مقالة وأجاوب هذا السؤال فبحط السؤال بالهيدلاين أنه عشر خطوات عشان نعرف كيف نعمل عشان نطلع بميزانية أول ميزانية للحملة الرقمية وبحط العشر خطوات بعد ما أبحث عنها وبنزلها وكل إشي وكني أنزلها بفيديو اسمه Ask The Public اسأل الجمهوري هذا نوع فيه نوع الثاني بروح بأدور على الأسئلة اللي فيه مجال السوشال ميديا أو أي مجال الموضوع طبعي على الجوجل فبحكي للجوجل شو الأسئلة اللي الناس بسألوها أكتر شيء الناس ببحث عن إيش أنا مثلا المنتج أو الخدمة تبعتي بدي إيها بس للأردن فأنا بدي أعرف إيش أكتر العبارات البحث اللي الناس بستخدموها في الأردن في مجال الترويج الرقمي بروح على الجوجل ومن هناك شكرا لحط Answer the public شكرا كتير ميز مش أسك فبروح هناك اللي بيبحثوا عن العبارات ومن العبارات هذه بطلع أنا بالهيدلين اللي بدي أستخدمه للمقالات تابعوني شو كمان صناعة المحتوى بنا نعرف إحنا الـ 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 الوتيرة النشر كم بوست موجود بالأسبوع بنا نعرف أوقات النشر أوقات الضروة وأوقات الضروة أنا بشوف قسم التحليلات الرؤى الـ وبشوف بالمنشور وأي ساعة بطلع المنحنة وأي ساعة كذا هاي أول مرحلة ولكن مش المرحلة الأخيرة بعدين بروح على الجمهور تبعي بشوف إيش نوع الجمهور إيش فئة العمرية شو الجندة تبعهم المنتج تبعي لمن؟ لستات بيوت ولا للطلاب جابعة ولا موظفي حكومة ولا قطاع خاص وعلى أساسه بشوف السيناريو تبعهم الحقيقة على أرض الوافع فمثلا ستات بيوت ستات بيوت نبسح الصبح بجاهز أولادهم للمدرسة بعدين بيبدوا يحضروا بالغداء بعدين في ساعة ساعتين اللي هي من العشر إلى الأحداش بيكونوا فاضين هدولة ممكن يكونوا فرصة مميزة أني أنا أستهدف الحملة الممولة تبعتي بهذا الوقت للستات بيوت فأوقات الذروة مهمة جدا وطيرة النشر مهمة جدا أبحث عن مصادر علم عندي أبحث عن أشخاص أتابعهم على أساس أني أستلهم منهم بعض الأفكار يعني كيف بدي أصنع المحتوى تبعي وأنزله فهذا كله بيؤدي أنه أنا أخلق الاستراتيجية تبعا المحتوى ودائما بقيس مثلا كل أسبوع لازم أروح على صفحة الرؤى على التويتر وعلى اللينكتين وعلى الفيسبوك وعلى انستجرام وأشوف مين أنجح منشور نزل كل أسبوع في واحد ناجح وجاب تفاعل وجاب انتشار عالي جدا بشكل طبيعي غير متفوح وبأشوف ليش هذا السر ليش سر هذا المنشور الناجح الوقت تبعه الشكل تبع المحتوى حطيت أنا توجيه بنهاية المنشور فمثلا إذا أنا أعطيت للناس معلومة حكيت لهم أنه كل يوم صبح ساعة عشرة بصير واحد اثنين ثلاثة طب هاي معلومة المتلقي أخذها شكرا جزيلا ما رح يعمل لي أي شي ولكن إذا حطيت المعلومة بعدين حطيت براها مباشرة الشغل اسمها call to action اللي هو التوجيه عجبتكم هاي المعلومة شاركها أو سألتم ما رأيكم بهاي المعلومة صارت معكم ولا لا فإذا أنا حطيت هذا التوجيه أنا هون عم بحفز المتلقي إنه يتفعل معي فصناعة المحتوى فيها كتير تفاصيل والرؤى والتحاليل هي اللي بتثبت إنه أنا هذا ناجح أوكي بدي أصير أكثر منه لما عارف إنه المنشور هذا ناجح وإيه السبب نجاحه بصير أتعلم أكتر إيه المنشور إيه المحتوى الناجح اللي لازم أخطط لكم الأسبوع أخي لو بدأ أدخل هون على الخط أحكي إنه بجوز الناس تحكي وال يعني المشاهير اللي عندهم ربع مليون لايك على الصورة بيعملوا كلها يدرسوا الجمهور وبيخططوا إنتكم تعرفوا إنه فيه فرق هم عم بيسوقوا أنفسهم إنتوا عم بتسوقوا service أو product هذي كتير بيختلف عرفتوا كيف بيختلف هم بالعكس هم شو ما بيعملوا الناس اللي حبت شخصيتهم ضحكهم اللي بس هم بلحقوهم بس إنتوا عم بتسوقوا product أو service فلازم تختاروا أنسب وضع وأنسب طريقة تكتبوا فيها محتوى لهذا الجمهور فشوي عندهم أحيانا lifestyle عشوائية أكتر من اللي عنده target business متعلق بـ service أو product فإذا بتقارنوا شوي ممكن تزلوا منقصكم تحسوا حالكم إنه كتير تعبين حالكم ما تقارنوا لأنه عن جد lifestyle يختلف حتى بوستاتهم تكون حسب شو بصير بحياتهم بنزلوا بس اللي بدي بيع منتج ما بنفع هيك يعني طيب خلينا ناخد سيراج مرحبا ويستج بدي أسأل أنا صراحة فتحت صفحة لدورات لغة خارج البلاد ومش عارفة إذا ينفع أنشرها على حساب الخاص ولا أخليها تبني حالها بحالها على معنى طريقة tags وهذه الشغلات تتجمع followers سؤالك مش مفهوم سيرالي كتير أظن فهمتها فهمتها أوكي تمام عند حساب شخصي وعند حساب للمشروع تبعها فهي بتسأل أنه أنا بحسابي شخصي ممكن أسوي مشاركة للبوستات تبعة حساب المشروع ولا لا أوكي بشكل طبيعي يس ما في أي مشكلة أنه أنا بقدمها المهم هنا السياق أنا كيف أحطه مش بس أني أجيب بس أشارك المنشور من المشروع طب عطينا شوية سياق على الموضوع حطي شوية خليه يدخل في مسر المحتوى الشخصي تبعي غير هيك أنا بنصح أنه يعني أنا دائما ببحث لما كني عندي مشروع زي هيك مثلا بحاول أبحث عن الجروبات والمجموعات اللي بتكون مناسبة لهذا النوع من المشروع فمثلا حاضرتك حكيتي عندك مشروع عن اللغات وهو أكيد تعليم اللغة العربية اللي غير ناطقين فيها طيب أنا الجمهور تبعي وين ممكن يكون موجود بالمدينة أو البلد اللي أنا فيها أكيد فيه جروب اسمها إكسبات إن جوردن ولا بلستان ولا إسطنبول هاي الجروب مهمة جدا لإلك فأنا ممكن أروح على جروب هادي أكون ناشطة بشكل منفصل وأشوف أرصد إذا فيه حدا محتاج لهذا الموضوع إذا بشوف أي حدا حط بوست إن أنا بحاول أتعلم اللغة العربية أو كذا بروح أنا وبصير إيش أعرض عليه مش بالضرورة أعرض عليه الخدمة تبعت المشروع تبعي أنا ممكن أقدم الفائدة مجانا كل ما أنا جوب على سؤال ببني قيادة فكر قيادة الفكر هادي رح تبني المصداقية لإلك أو لمشروع تبعك بعدين الناس بسيح من المناسبة أنت ليش كتير عن هذا الموضوع أنت شو عندك أنا عندي مشروع وبقدم هالخدمات واحد اثنين ثلاثة فمش دائما ببيع لأنا ممكن أفيد والإفادة هادي تبني المصداقية والمصداقية هي حجبني الفرص للمشروع تبعي نسمع من لينا 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 معنا يعطيك العافية ماسمع صوت ماسمع أنا أنا قاعدة السؤال رح أحكي بعدينكم عن الهاشتاغ رح أحكي عن الهاشتاغ بشكل مفصل فضلي يعطيك العافية أنا مصممت وحاليا بشتغل عبر مواصلات العمل الحر وحب أبدأ شغل يعني التصويق بس حس حالي زي اللي تايها من وين أبلش يعني أنا عندي جروب زي شركة صغيرة وعملائي كلهم يعني من الخارج حاليا صار عندي أكتر من عميد دائم لكن مش عارفة وين وين أبلش يعني كيف أبدأ يعني عملت الشعار والهوية البصرية وكل لشركتي مش عارفة من وين أبلش أنا بحكي البلش من أول وجديد يا لينة أنا بحكي لا أنا أخذ أنا بس تمثل نصائح وأخذت دورات في التسويق وكل إشي وبعرف يعني أشطل على المنصة بس هالرغم هي تاعة كيف أبلش بخوف وأنا بعرف أنه كثير ناس كمان في بالهم السؤال فكثير مفيد سؤال يعني أنا أنا أخذت دورات تسويق ودورة مبتدئة ومتقدمة وعندي دراية يعني كاملة بالتسويق بس يعني مش عارفة من أبلش وعندي المحتوى وعندي عملائي بس يعني بدي شوية مصائح منكم يعطيكم العافية يسعدك يا لينة تفضل أستاذ خالد إذا أنت أنت موجود أنت تبع الخطوات الصحيحة فبس الموضوع أنه أنا ما أنظر لغيري وأقارن حالي بغيري الموضوع هيزبط فتواجدك على خمسات و أب وورك وغيره وفايفر وغيره هذا رح يجيب لك معارف فحاولي هناك ابني تقييمات كويسة لإليك لشغلك ابني سمعة رقمية ممتازة هناك وهذاك حيصير يجيب لك شوية معارف شوية شوية والمعارف حتأخذيهم مرة المنصة حتعملين المشروع مرة هناك بعدين المرة القادمة رح يتواصلوا معاك بشكل مباشر إيش ما بتعملي حاولي أعملي فائدة في مكان فأنا مثلا إذا أنا عندي مشروع إني أطبخ مثلا كوبكيكس إني أنا أصنع كوبكيكس بشكل يومي هذا المشروع تبعي خلص أنا بس ببيع كوبكيكس طيب كيف ممكن أروجه مش بس إني أبيع كوبكيكس أنا ممكن إني أصنع مثلا جروب أخرى أو حساب إنه يعلم الناس الطبخ يعلم الناس الأكل الهلثي الصحي يعلم الناس شغلات بنفس مجال العمل فأنا هون إيش بسوي أنا عم بعطي فائدة قيمة بنفس مجال العمل وهذا عم بستقطب ناس مهتمين واهتماماتهم بنفس مجال العمل وبعدين بشكل مباشر الناس حسيح كنتبت عال إنت بإيش بتقدم أنا بقدم واحدين ثلاث آه إحنا بدنا الشغل لأنه المصدقية اللي عندي صارت عالية الفائدة اللي قدمتها المجانية صارت عالية بصاروا هلا بدهم آه إيش يشتروا من عندي الكوبكيكس بعرف إنه مثال شوي بسيط ولكن حاولت إنه أرمو نحكي عن الهاشتاكس آه تمام نحكي عن الهاشتاكس إحنا رح ناخد كل الأسئلة قدر الإمكان يعني إحنا معنا 25 دقيقة فإن شاء الله أصدقائي بنحاول ناخد أسئلككم حاولوا فكروا فيها طريقة مختصرة عشان نلحق نجوابكم صدروا الآن الهاشتاكس هو عبارة عن كلمات مفتحية بعطينا انتشار خارج حلقة المتابعين إذا حكيت صباح الخير يا فلسطين حتشوفوها نسبة من المتابعين تابعوني ولكن صباح الخير يا هاشتاك فلسطين حيشوفوها نسبة من المتابعين تابعوني زائد أي شخص في العالم عن بيبحث عن هذا الهاشتاك فالهاشتاك إذا تم استخدامه بشكل صحيح رأي يعطيوني انتشار عالمي حلو طيب ولكن الهاشتاك الرائج معناه وتعريفه بيختلف من منصة إلى أخرى فبالنسبة للفيسبوك والإنستجرام الهاشتاك الرائج هو الهاشتاك الأكثر استخداما يعني كل ما يتم استخدام هذا الهاشتاك إذا كان نبصر عليه عداد مرة ومرتين وثلاثة فمثلا الهاشتاك الرائج في الفيسبوك والتويت في إنستجرام رقم واحد اللي هو Love Love تم استخدامه أكثر من 2 مليار فهذا الهاشتاك الأكثر استخداما تاريخيا طيب ممتاز الهاشتاك الرائج بلينكتين الأكثر متابعة الأكثر متابعة مش استخداما متابعة يفولو هاشتاك والأكثر متابعة هو يعتبر الهاشتاك الرائج الأول في اللينكتين هو إنديا هو أكثر هاشتاك رائج حلو بالتويتر الهاشتاك الرائج هو الهاشتاك الأسرع نموا في أقصر مدة زمنية فإذا إحنا هلأ حكينا من أول ما بدينا أنه الهاشتاك الرائج على التويتر ألاء تحديات ألاء مثلا وحكيت سأل سؤال مرة ومرتين وثلاثة وحكيت اللي بدي يجاوب لازم يستخدم الهاشتاغ ويجاوب على تويتر فصار في استخدام للهاشتاغ من صفر إلى عشرة عشرين تلتمية أربعمية خمسمية خلال ساعة معناته هذا صار هاشتاغ رائج أنه صار نموه وسريع بفترة قصيرة جدا هذولا تعريفات الهاشتاغ إيش نموه على الهاشتاغ عنا هاشتاغ الموضوع طعام صحة Social Media هذا هاشتاغ الموضوع عنا هاشتاغ المكان المدينة أو البلد اللي هو السعودية فلسطين القدس اسطنبول هذا هاشتاغ المكان لعنا هاشتاغ اللي دخل في الفعالية فإذا كان فيه مثلا مؤتمر معين له هاشتاغ وفيه كمان هاشتاغ اللي هو نفس العلامة التجارية أنا بنصحكم ما في داعي أستخدم هاشتاغ للعلامة التجارية إلا إذا بدأت استخدمه للأرش فمثلا إذا أنا عندي جريدة اسمها عمون جريدة عمون إذا كل مرة خبر بنزله وبحط هاشتاغ عمون ما إلو فائدة ولكن إذا حطيت خبر اقتصادي حطيت هاشتاغ underscore اقتصادي هاشتاغ عمون underscore اقتصادي لما نزل السياسي عمون underscore سياسي أمون underscore محلي أمون underscore رياضي هنا أنا أرشفت الهاشتاغات فبأي واحد بده يشوف الأخبار الرياضية بيكبس أمون رياضي بيشوف كل التغريدات الرياضية فهنا استخدمت بشكل صحيح لأرشفة المحتوى عندي فهدول أنواع الهاشتاغات الموجودة عندي عدد الهاشتاغ المناسب يعني هم ما نطلع عن اثنين ألا بيحكو لكم قانونيا بإنستغرام عدد الهاشتاغ 30 ولكن يفضل ما نزيد عن 11 حسب التقارير وفيه ترك بالإنستغرام فقط أنه الهاشتاغات ممكن نحطها بأول تعليق ويتم حسبانها زي كأنها موجودة بالبوست فالهاشتاغات إذا موجودة بالبوست أو بأول تعليق مش تاني تعليق أول تعليق فالإنستغرام بيعامل البوست زي كأنه الهاشتاغات فيه يفضل استخدام اثنين بالفيسبوك بالتويتر باللينكدين ما يزيد عن اثنين بالإنستغرام up to 11 شكراً أستاذ سخاد ناخد من رغاد فضلي رغاد شكراً لكم العافية وشكراً على المحاضرة الجميلة هاي اللي كنت أسأله بالنسبة ل لما يكون إحنا مثلاً لدينا فولورز وصرنا العدد معين وطلعنا عليه بس بعد فترة من لاي أن التفاعل حتى لو مثلاً بدنا نزيد التفاعل لازم بس نروح على البروموشنز يعني على ننوّل هذا البوست إيش ممكن يكون سبب هيك أو حل لهذا الإشي حلو هلأ بالنسبة للتفاعل أنا بدي أقيس دائماً بدي أشوف ليس خف التفاعل عندي مرات كتير بيكون إلو دخل بالمحتوى والمحتوى تبعي إذن هو مش متنوّع إذن شكل محتوى واحد فقط نوع محتوى واحد إذن المحتوى مش مش ابتكاري مثلاً مثلاً المحتوى النصي بيبين أنا لما بدي أحط محتوى نصي بزينه فبحط في شغلة بسموها الوايت سبيس بحط فراغات بقلل طول الجملة بحط تنقيت إيموجيز فبيصير النصي ولكن شوي مرئي مزين يعني منصق بحط كولتو أكشن منه توجيه عبرات توجيهية بآخر البوست فهاي الشغلات التفاصيل البسيطة بدير بالي عليها على أساس تزيد من التفاعل مرات ببعث مرات بسوي بوش لأنه دائماً التفاعل حسب الخوارزمية والتفاعل بيكون من أول ساعة أول ساعة للمنشور هي أهم وقت للمنشور بعديها بموت فمثلاً حياة البوست على الفيسبوك أول ثلاث ساعة بس أول ساعة هي دائماً مهمة بالفيسبوك بالتويتر وباللينكتين وبالإنستيجرام فإيش بسوي مرات مثلاً بنزل بوست معين البوست هذا إليه دخل بالتوظيف فعلى سريع إيش بسوي بروح ببعثوا على الخاص لصحابي اللي في مجال التوظيف بعت لكنين ثلاثة بمون عليهم مش ناس غربة لا ناس في بيني وبينهم محادثة وقدمت لهم مساعدة من قبل وبمون عليهم فبحكي لهم نزلت منشور جديد بيحكي عن هذا الموضوع وبيهمني كتير رأيك إذن وقتك بيسمح بس ما أمنط بوشي ومش عم بسوي له سبامينج فكل ما أنا إيش سويت أنا ساعت بنشر المنشور بإيدي إذن إجا واحد من هدول المختصين تابعون الـ HR إيش صار هون صار فيه شغل اسمها social proof صار المختصين بهذا الموضوع عم بيحكوا وكل ما حدا سوى أي حركة عن المنشور معناته أصدقاؤه أو جمبوره رح يشوف هذا التفاعل فبيجيب ناس من عنده فبدو شوية نسموها بس نزل فبنا نشوف إحنا شو السبب إنه التفاعل قل ممكن يكون التغييرات والتحديثات بالخوارزمية تابعة المنصة إنه خلص قللوا من نسبة الانتشار ممكن يكون إنه المحتوى تبعي أنا كله نصي مش ما في محتوى مرئي ما في فيديو ما في مش متنوعة أشكال المحتوى لازم تكون متنوعة ممكن يكون ما في call to action مش عم بوجه الجمهور فدائما لازم أنا بالرؤى بالتحليل بشوف وبقيم ليش زاد وليش قل التفاعل والمتابعين وبصير كل شوي أتعلم هو بصير يعلمني إيش الصح وإيش الخطأ وبس شكرا فراست فضل يعطيكم العافية عافيكم والله فراست لا داخلة من لابتا وجوزي عشان هيك صدامتنا يا فراست صدامتنا يلا فداء بعثهم أهلا يعطيكم العافية عوقتكم أستاذ أول إشي بدي أسألك إنه في كتير ناس بيحكوا إنه إذا إحنا عملنا إعلانات ممولة كتير على وسائل التواصل زي مثلا فيسبوك إنستجرام فيسبوك بصير يعتمد بشكل أساسي على الإعلان الممول إحنا بنعمله فبقلل يعني إذا إحنا ما عملنا إعلان ممولة بوست معين بقلل وصوله للناس هل هذا الإشي الصحيح ولا لا لا تاني تاني إشي ده أحكي أسألت بربعض عشان تجاوب بروحتك تاني إشي كيف بنعمل إعلان ممول بطريقة صحيحة يعني كيف بنضمن إنه إعلاننا الممول يصل للفئة المجتهدفة اللي إحنا بدنا إياها وآخر إشي إذا إحنا كان الفيسبوك والإنستجرام ما البطن ببعض يعني لما أنا نزل الإشي على الإنستجرام ينزل تلقائيا على الفيسبوك هل هذا الإشي منيح ولا لا لأنه أنا عندي التفاعل على الإنستجرام كتير أقوى من الفيسبوك فهل هذا السبب ولا لا خلص إحنا نسكر هلأ بعد أسألة بعد أسألة فراس شحطة فداء يلا تفضل نطلق يا أستاذ خالد أوكي لما نسوي إعلانات دائما فلما نرجع للانتشار غير المدفوع رح نلاحظ أنه إحنا هيك انطباع أنه قل بس هو ما قلش وهذا هو الانتشار غير المدفوع هو 2% فقط فالانتشار المدفوع رح يكون أعلى بكتير فإحنا إذا متعودين أن نعمل إعلانات ممولة كتيرة رح نحس أنه الانتشار غير المدفوع قليل ولكنه مش قليل فهذا انطباع فقط لغير أي واحد نحن نسيت كل الأسئلة الثانية بس أنا واز حاول أفكر فيها تشبك انستغرام بفيسبوك أنا الانستغرام بفيسبوك ماشي ما في مشكلة بس هو دائما الشبك ما بنصح فيه حتى المشاركة لما نسوي مشاركة من صفحة أو حساب آخر اللي عندي هذا مش كويس لأنه كل نوع منشور في بكون إلو علامة جودة equality score للخوارزمية فالخوارزمية تحكي عشان أنشر هذا المنشور لازم أقيس علامة الجودة قبل فأي إشي بيجي مشارك لا يفضل هذا من نسبة لها تقنيا بشكل تلقائي هلأ برضو الشغل الثاني السياق أنا هنا جمهور وهناك جمهور تاني أنا هنا عندي طلاب جامعة وفئة من السيدات أعلى هناك في عندي فئة مع بعض الجامعة وكمان نسبة السيدات أقل فما بصير أن نفس الرسالة هذه تكون موجودة وهون تكون موجودة دائما مختلف فبنصح أنه ما نشارك إشي تلقائيا مع أي منصة أخرى ونكتب هنا يدويا هنا يدويا شو كمان كيف نعمل نعمل إعلان ممول بعرف أنه سؤال يعني عميق بس ممكن تعتهره أسألان الإعلان ممول اسمه هلأ في أننا طريقتين نعمل إعلان ممول طريقة من المنشور نحط بوست وبيعطينا خيارات مختصرة على أساس يوفر علينا للناس اللي لا عندهاش معرفة تقنية بهذا الموضوع ما في أي مشكلة ولكن أنا دائما بنصح أنه نعمل إعلان من مدير الإعلانات هناك في عنا خيارات كتيرة فواحدة منهم مثلا أنه أستهدف الجمهور البدية بالضبط بالنسبة للمكان والمكان أنا بقدر أحكي بدي المدينة هادي ممكن كمان أحط نقطة أنا بدي هاي الجزء من المدينة ما بدي المدينة كلها ودائما بتطلع على الأرقام اللي بيين عندي نسبة الانتشار المدفوء بعدين بحكي مثلا أنا بدي الفئة العمرية هاي يعني بروح لإهتمامات وبجرب الإهتمامات وحسب الهدف مرات أنا ما بدي إهتمامات أنا بدي بس المكان والفئة العمرية بدون أي اهتمامات فبروح ل بشكل ماس بشكل كبير جدا هذا ومرات هذا هذا الاستهداف اليدوي اللي أنا بقرر إيش التفاصيل هاي كنا طب فيه استهداف تاني اللي هو اسمه Custom Audience إما أنا بحكي له تعال ما تعب حالك أنا عندي لستة إيميلات هاي موجودة أو لستة موبايلات هاي موجودة عندي برفعها للفيسبوك هو ببحث عن الحسابات المالكة لهاي الإيميلات أو الموبايلات بحكي لي لقيت هذا العدد أو هاي النسبة كل ممتاز استهدف لي هذاله بكونوا زباين قدمين عندي وبدور عليهم من حيث الإيميلات هذا الاسمه Custom Audience فممكن يكون عندي بياناتهم واحد ممكن أحكي له الناس اللي تفاعلوا على بوستاتي من آخر ثلاثة شهر ولا آخر سنة أو على صفحة تباتي ممكن أحكي له شغلة تانية اسمها Lookalike فلما سويت Custom Audience وكانت حملة مدفوعة ناجحة استهدفت هذول الناس فبحكي له شايف هذول Custom Audience بدي أسو عليهم Lookalike يعني بدي تروح تدور لي على حسابات مماثلة بالديمغرافيات وبالاهتمامات لهذول الناس ونستهدفهم من جديد فممتاز ففي تفاصيل الإعلانات الرقمية على الفيسبوك والإنستجرام في إلى تفاصيل كتيرة وهذول الجزئين مهمين لازم نعرفهم ومن خلال الفيسبوك بالذات يعني هو المعقد شوية الإنستجرام شوية لسه أسهل فيسبوك بزنس يعني في ديتلز أكتر وما أعتقد لا ساشن ولا تنترون لثلاث في ناس بخذولها كورسات كاملة اللي يعرفوا كيف يسوقوا فحلو تدخلوا شوية على فيسبوك على اليوتيوب شوفوا شوية توتوريالز أنا بالنسبة إلي جربت كم مرة وسأت أحسن أكون معكم صريحة لأنه خلص في ناس متخصصة حرفيا ووظيفتها أنها تعمل لك تاكت سبونسرشيب يعني خلص حريفة في هذا المجال فأنا مرات زي ما قال أستاذ خالد أنه في مهام مش الكل بيقدر عليها ولا يصبر عليها ولا بيحب يعملها وزعوا المهام ولا إنكم تحطوا كل إشي على راسكم وما تنجزوا ولا إشي طيب تفضلي يا ربا عم بروج الحالي أنا شلت الميوت عنك ربا لا لسا تكميوت جربي كمان مرة مرحبا كيف تكم ألا وخالد يعطي لعك سؤالنا على السريع أول واحد هو إذا من نعم الكلابراتي لازم يكون يفضل يكون من نفس المجال أو لا والسؤال الثاني عن الـ هميت الـ هميت الـ وإذن ناسساري أو لا و بس ها هي آه سؤال ثالث إذا أنا معا بقدم product عم بقدم service أوكي فشو ممكن يكون give away غير service سؤال ثالث إذا أنا كبسيتي أريد أن يكون شكرا 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 عمر عشرين لتلاتين بس هدلاك المؤثر مثلا الجمهور وأنا بدي الحملة هدي عشان أجيب أبيع مش عشان أنشر اسمي ها بدي أبيع فإذا هدلاك الجمهور المؤثرين غير النمغرافيات هدي أنا مش رح أحصل على الأرقام اللي بديها ولكن إذا كنت بس بدي أنشر اسمي ما فيها مشكلة هاي واحد اثنين سؤال كاني نسيته إيش هو اسمه شو اسمه giveaways giveaways يس المصابقات رائعة جدا وبتشتغل هلأ مش شرط أني أنا أبيع الجائزة تكون واحدة من المنتجات أو الخدمات تبقوني مو شرط حسب يعني أنا دائما دائما بدي شغلة تكون محفزة لإلهم فإذا المنتج تبعي ما يكون مثلا مثلا خلني نحكي المنتج ترعي هو تعليم الأطفال اللي عندهم صعوبات بالنطق مثلا طيب هذا الفئة مش محفزة لكل الناس للأهل إلا لنيتش معين صغير فهذه ندير بالنا عليها أنه أنا المنتج أو الخدمة تكون محفزة هاي واحد اثنين الجوائز مش لازم تكون بس ذكة لما كنا بزين كنا نعمل الجوائز بطاقة شحن وبطاقة الشحن العشر دنانير وبطاقة شحن الخمسين دينار كان يجيبه نفس النتيجة فأنا نصيحتي لأي حدا بدي أعمل مصابقات أعمل إما gift card أو إشي يعني زي كأنه value يعني شوها بقيمة خمسين أو ميت دينار هالقيمة هادي محفزة للناس وما بخاف إنه في ناس رح بدهم ولا ما بدهم ما حدا هيحكي لا لخمسين دينار أو لميت دينار هاي واحد اتنين بالنسبة للمصابقات دائما اتفادوا وتجنبوا إنه نحكي الأول رح يفوز الأكثر رح يفوز هادي اللي بيعمل هيك مسابقة معناته رح يجيو هاكرز ورح يسرقوا المصابقة ويفوزوا دائما لأنه عندهم طرقهم الملتوية لنم يعمل يشتركوا للدخول على السحب لفرصة فوز بالمصابقة هذه فهذه هتشجع ناس كتير يدخلوا لأنه هتسووا سحب قدامهم وحيطلع اسم الشخص الفائز فالمصابقات مهمة جدا سبش اللي احنا جايين على رمضان كمان يعني فضل تكون كاش كيف كاش إذا فضل تكون كاش إذا أنا مو أدري أقدم السورفز إذا أنا فضل يا زينب يعطيكم العافية الله عفوك هلا أنا بس بدي أسأل بعرف أنه موضوع الإعلان الممول هو يعني كتير عميق بس حبي أعرف إذا أنت بتعطي دورة فعليا في التبس هاي يعني تقنيا أنا كيف أفوت على الاد منيجر كيف أستهدف جمهور معين مثلا أو إذا أنت ما بتعطي هاي الدورات إذا بتعرف عن جد حدا يفيدنا أو أو مثلا تنصحنا أنه نتعامل عن جد مع شركة يعني رح نلاقي فرق إذا إحنا نتعامل مع شركة متخصصة إنها بالإعلانات غير عن لما إحنا نعلن لحالنا هذا أول إشي الثاني إشي أنا ما بعرف إذا بيلاحظوا الناس اللي عم بيعلنوا هلا أنا عندي مشروع حجابات فمثلا اتغير الكونسيبت يعني بطلت ألاقي أني أنا أستهدف جمهور للحجاب غيروا كانت زمان يعني تنلقى هلا لأ فما بعرف إذا يعني هلا بيكون الجمهور هراح على كلمة تانية ما بعرف إذا كنت شو قصدي وبس آخر سؤال إذا بتنصحنا نعمل ويب سايت يعني جد بفرق الويب سايت إنه أنا يكون عندي ويب سايت وكذا جد بفرق بيمتشر المشروع أكتر وبس يعطوك العافلة شكرا شكرا أولا أنا بنصح وأرشح حبيبنا وأخونا أحمد بركات من القدس بتعليم بالإعلانات الممولة وبالحملات المختلفة فهو الشركة تبعته بقدر يدرب ويقدم هذه الخدمات وبنصح فيه بالنسبة للموقع والسوشال ميديا الموقع اللي هو الناس بلقوني من خلال البحث والسوشال ميديا اللي هي بتجيب للمحتوى فهم اتنين مهمين لكل واحد اللي هو هدف وطريقة مختلفة فنعم إذا عندي مشروع خصوصا مشروع زي ما حكيت إحجابات مهم يكون عندي موقع والموقع مبني على SEO اللي هو Search Engine Optimization كلمات صحيحة بالنسبة الموقع أكون أنا عامل إعلانات على الجوجل وأشري كلمات الناس بيبحثوا عنها على نصص يلاكوني فمثلا مهتم أني أروج مثلا لأمريكا ولا كندا ولا إسطنبول ولا فبشوف إش الكلمات المناسبة اللي ممكن أشتريها أي حدا بيبحث عن حجابات أو بيبحث عن كلمات إلا أو لباس إسلامي أو جلبيب إن هاي الكلمات أشتريها على أساس إنه برضو أطلع أنا دائما بنتائج البحث بيكوني الأولى بنتائج البحث بشكل مدفوع وبشكل كمان أورغانيك بس ممكن أسألك عصلا إيش أفضك أشتريها أوكي في لما حدا يبحث عن كلمة إحجاب مثلا بإسطنبول هيطلعوا لنتائج البحث كتير صح إذا الموقع تبعي أنا شغال عليه صح وعليه زيارات عالية جدا بطريقة طبيعية غير مدفوعة بيطلع من أوائل نتائج البحث أو بيطلع بالصفحة الأولى طيب كيف أضمن أنا أنه يطلع أول نتيجة طريقة الشراء أني أنا أشتري فأنا باجي بشتري أنه أنا بدي هاي الكلمة البحث أشتريها فأقولي كلمة البحث هاي مثلا ثمنها بهاي البلد هيك فأنا بشتري بسوي إعلانات كل ما حدا يبحث رح أطلع أنا بروموتد أول نتيجة للناس ما بتعرف الفرق بين بروموتد ومش بروموتد بشوف بس النتائج الأولى فبضمن أني أطلع بنتائج أولى من خلال أني دافع حق الإعلانات هذه فكل ما حدا بيضغط على إحجاب وبيضغط على الموقع تبعي اللي هو بروموتد الجوجل بأخذ مني حق الكلمة هذه اللي هو وكن أنا أعرفها قبل ما أعمل الإعلان طب بس معلش أنا غلقتك بس ممكن تحطونا حساب الأستاذ أحمد بركات اللي حكيت لنا عنه حطنا بالتعليقات يا زينب خلص أوكي عشوان إنه نأخذ كل الديتيل وشكراً كتير لألكم يعطيك نورتنا أسماء اتفضلي يعطيك العرفة جميعا سؤالي سريع إنه مثلاً إحنا الفئة الناشئة الجديدة الخريجين كيف بدهم يسوقوا حالهم مثلاً أنا درسي تصميم داخلي كيف بدأ أسوق حالي وأعرض منتجاتي وخدماتي لأنه أغلب السوق بيروحوا عناس مشهورين مثلاً أو عندهم خبرات عشر سنين خمستاشر سنة وأنا لستني ناشئة ما عندي خبرة فكيف أبلش حلو كيف أنه يسوقوا فيها بنصح التواجد بمنصة لينكتين كمنصة أولى وبعرف ما عندنا خبرة عملية فعندك ثلاث فرص هنا الفرصة الأولى إنه بحط بكتب عن المواد اللي أنا أبدعت فيها بالجامعة الفرصة الثانية بحكي إنه إحنا اشتغلنا بمشروع كنت أنا ضمن فريق واشتغلنا على مشروع هي أني أنا ضمن فريق واشتغلنا على مشروع معناته أنا عم باقي انتباع أني أنا أجود تيم بلاير أني أنا بعرف أشغل مع الفريق وعندي هاي الخاصية وهي مرغوبة جداً بالشركات وآخر شي بحكي عن أي نشاط تطوع اشتغلت فيه بحطه برضه عندي بالحساب الشخصي تبعي هذا بالنسبة للتواجد الصحيح على اللينكتين طيب غير التواجد الصحيح بصير أبحث أنا حسب المجال الجامعة تباتي ببحث متى أنا مهندس ولا مهندسة طيب أنا حاب أشغل بشركة المهندسون العرب ممتاز طيب رح دور عليها على لينكتين رح على صفحة الشركة شوف مين الموظفين مين منهم أصدقاء عندك ومش أصدقاء طيب مين صنع القرار بهذه الشركة الـ HR طيب الـ Directors المدراء التنفيذيين كل واحد فيهم وشوف إيش نوع حسابه الحسابات على لينكتين هي أربع أنواع فيه الناشر المتفاعل المتربص والمزهرية again الناشر والمتفاعل هذول الناس النشطين الناشر 1% المتفاعل 9% صاروا 10 الباقي التسعين هذول مش متفاعلين اللي هو المتربص اللي هو بيشوف وبيقرأ ولكن ما بيتفاعل هذو 30% وال60% اللي هم نسيوا إنه عندهم حساب على لينكتين كل نوع حساب من هذولا اللي هو طريقة بالتعامل معه فالناشر والمتفاعل الناشر مثلا سهل إنه أتواصل معه وأبعت له رسالة طيب المتفاعل ممتاز سهل بسي أنا أفهم على أي نوع محتوى بتفاعل مع مين بتفاعل إيش التفاعل تبعه طبع طويل ولا بس كلمات قصيرة ومنه بعرف كيف أكتب له رسالة المتربص برضو المتربص والمزهرية بس تخدم حسابات معلق أنت فقط للبحث ما بتواصل معهم ورح بتواصل معهم على منصات أخرى أو من خلال الإيميل فبكون عندي تواجد صحيح بكون عندي بعض النشر أو التفاعل أنا عندي حسابي وبعدين ببحث عن الأسامة هاي تبعا ثناع القرار بالشركات اللي أنا برغب أشتر فيها كحديث التخرج بشوف إذا هم بنزلوا مقالات ولا محتوى بسيء أتفاعل مع المحتوى تبعهم بسيء أفرد لهم عضلاتي إنه مثلا بحكي بموضوع معين بقرأ عن الموضوع أكتر بشوفوا بمصادر أخرى برجع بدلوا بدلوي بحطوا التعليق طبعي مرة ومرتين وثلاثة على بوستات عندهم بشوفوا إنه هذا مثلا المدير التنفيذي شاف إنه فيه واحد اسمه خالد حديث التخرج عم بتفاعل عنده أحسابه ما شاف عن تفاعل واحد تفاعل اثنين تفاعل ثلاثة كتب تعليق كتب تعليقين ممتاز خلص صار عارف إنه فيه واحد اسمه خالد الآن خالد بيبعث طلب تعارف للمدير التنفيذي ومع الطلب تعارف ببعث له رسالة مرحبا أنا خالد وتخرج جديد في مجال الهندسة في عندكم فرص من أول رسالة بنصحش نبعث أي إشي بس إنه نخليهم يوافقوا على الرسالة فأول رسالة هدفنا إنه يوافقوا على طلب التعارف مرحبا أنا خالد تخرج حديث التخرج من الجامعة بمجال الهندسة وجدا مهتم بالمحتوى اللي أنت حضرتك بتنشره وحاب أتابعك على أساس أتعلم منك بس ما بسوي أي إشي آخر لما يوافق على طلب التعارف بعد أربع خمسة أيام ببعث له إنه بالمناسبة أنا متخرج وهذا الاسكور تبعي إذا في عندكم أي فرص تدريب أنا جاهز بس شكرا مونة خضالي أنا الأسئلة عم بتزيد بس مشكلة إحنا ما ضل معنا وقت فرح ناخد لعند غادة اللي هي آخر حدا بتذكر قبل عشر لأي كان رفع إيده لأنه بعد هزاد بس ما حنلحق حناخد مونة هيا غادة ما بعرف إزي يوسف أو مجد لسا بدا من يسألوا لأنه شبتم رفعه ونزل وتفضل يا مونة بس إيش أسئلة سريعة وحتى أستاذ خالد إذا ممكن جاءوا بإختصار يعني ما بعرف يعني ضبروها عشان فيد لكل ممكن أحكي شغلة ممكن أحكي شغلة أكيد اللي بده عنده سؤال وما صحت له فرصة يبعد تبعد سؤالها أو يبعد سؤاله ممكن تتواصله معي على الإنستجرام فممكن تبعتولي على الخاص على الإنستجرام ممكن أقترح لك اقتراح ممكن تنزل إنه اسألوني سؤال والناس توصلها أسئلة عندك على الإنستجرام وتنزل كل هذا إجابة إليه ممتاز إذا نحن ناخد منا هيا غادة وأصدقاء حساب الإنستجرام رح أرجع أحطلكم يا بتشات لأستاذ خالد وبالنسبة للإعلانات الممولة لأستاذ أحمد بركات وتسألوا أسئلة وهو يعني أستاذ خالد لو ما بنشر كتير منشرات هو متفاعل على الستوريج يعني دائماً موجود على الإنستجرام تفضلي منا أعطيكم العافية عافية بدي أسأل أستاذي لو أنا الخدمة اللي أنا عم بقدمها هي مش لايفستايل يعني مش أكل أو موضة أنا عم بقدم برامج تطوير مهني للمؤسسات التعليمية وموجودة واسمي موجود بالماركت من عشر سنوات متى لازم أقرر أن أنا أنت من التسويق التقليدي يعني أنا عم بشتغله للتسويق الإلكتروني وقديش النسبة لازم تكون أنه أنا النسبة التقليدي للإلكتروني أو للسوشيال ميديا إيش الخدمة مرة ثانية أنا برامج تطوير يعني أنا بعمل training courses وdiplomas للمعلمين تحديدا لمعلمين برامج الدولية آه ممتاز أنت لازم تكون متواجدة على محتوى تعليمي مش محتوى تعليمي أنا ما بقدم محتوى للسامير لي على السوشيال ميديا لأنا بعطي دورات تدبية مع شركات كبيرة زي أنا زي أنا شركات كبيرة ببريطانيا أو بأماكن تانية إحنا نقدم face to face training courses عشان يك عم بسأل متى أنت أنا بروح المدارس طرفي عندي اسم بالمدارس الدولية الكبيرة بس ما عم بعتمد مية بالمية على التسويق الإلكتروني هلأ حست أنه صار لازم أنت 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 ما بدك تسويق الإلكتروني أكتر أنت بدك الـ personal branding اللي هو الترويج الداتي أكتر فأنتي لازم يكون عندك البروفيل تبعك معمول بطريقة صحيحة خصوصا على المنصات العامة اللي هي زي التويتر ولينكتين أنه أنا هاي اللي بروفيل تبعي هاي السير الداتي تبعتي هاي اللي قدمتها هاي الشركات اشتغلت معها هاي الأدوات اللي بشغل فيها هاي الخدمات اللي ممكن أقدمها للناس وهذا يكون موجود بشكل professional على اللينكتين وتويتر على الأقل تمام مش ما حضرتك أنه أنا أعمل إعلانات لدوراتي على الفيسبوك أو انستجرام وأعملها أنه يعني boosting أو sponsorship ممكن ما في يعني يعني ممكن نسوي إعلان إذا بدك أنت تجيب مثلا ناس يسجنوا معاك بالهادي ممكن ما في مشكلة ممكن تستخدمي أكتر من استراتيجية ترفع الإيميلات للناس اللي أخدوا معاك من قبل ممكن دوري على local like في كتير يعني في كتير فرص موجودة بس موضوع personal branding لإليك مهم تمام قديش نسبة التقليدي للإلكتروني ولا ما في هيك جواب في إيش ما قديش نسبة التقليدي تسويق التقليدي للإلكتروني ولا ما في هيك نسبة أو ما في هيك في بس ما بعرف مش رح أفتي فيها أنا أكتر شي بس السوشال ميديا تمام شكرا أستاذي شكرا شكرا لإياها ساميكم يا عبدك العافية مالليكم السلام حلا هل أنا عندي كم سؤال أول سؤال هلا في منضوع الـ KPI كيف ممكن أني أنا أحدد قياسها أو يعني إذا عندي صفحة إنستجرام أو أي صفحة بغض النظر بدي أوصل إلى reach معين أو engage معين كيف ممكن أحددها أحدد الهدف تبعي يعني smart goals حتى أحققه خلال أشهر معين أو خلال سنة هذا أول سؤال الثاني سؤال بخصوص الإيميلات إذا بدعم الإعلان عن طريق الإيميل وأنا ما عندي data email من وين بقدر أني أجيب data email على حسب البلد اللي أنا بدي إياها إذا كان في موقع أو إن كان في جهات معينة ممكن واحد يوصل لها يعني شو اسم الكرير تبعها السؤال الثالث في حال إذا كان الأكاونت جديد ولسه ما إلو أي تفاصيل من تفاعل أوقات نشر إلى آخر كيف ممكن أني أنا أحدد الوقت أو أوقات النشر وأوقات التفاعل وخاصة أني أنا قرأت قبل فترة قصيرة عن أوقات نشر على حسب كل منصة عدة مقالات بس ما بعرف مدى صحتها ولا لا هي من مواقع متخصصة في أمور السوشيال ميديا أنا هدولة المقالات يعني بأخذهم بس ما بأخذهم بحدفيرها لأنه هدولة حسب أمريكا وشغلات كتير فلا أنا بنصح دائماً بدي يعرف أوقات النشر يعرف من صفحة التقارير تبعته شوف هي إذا تخضيها حسبة عرب يعني تمانية إلى العشرة الصبح تمانية إلى عشرة بالليل هي حسبة عرب أو بأيام الأسبوع مش أيام الأطلة طيب الـ KPI KPI بالنسبة لإنستجرام في ناس بأخذوا حسب عدد المتابعين وفي ناس بأخذوا حسب معايير أخرى أنا دائماً بأش بأشوف أنا بأشوف كل منشور نزلته إذا حكيت فيه واحد من الأسئلة أنه عندك حساب جديد كيف تعرفين هو دائماً أنا ببدأ بالبنشمارك تبعي فأنا بأشوف الأرقام الموجودة عندي حالياً ودائماً بحاول أطور عليها فالإستوريات مثلاً بجيبوا لي معدل 800 مشاهدة ممتاز هذا أنا المعدل تبعي معناته إذا بجيب إشي أعلى أنا ماشي صح إذا بجيب إشي أقل معناته أنا في عندي تقصير فتأخذ البنشمارك بالأرقام التي تبدي فيها الآن بالنسبة لي أنا عندي مشكلة بالمتابعين أنا ما حسابي فيه إشي غلط لأن فيه علي مخالفة مرة ومش عارف إيش فمش عارف إيش هو شادو باند ولا هو إيش بس ما في عندي زيادة من متابعين كتير بجينا عشر بروح عشرين ما بعرف فعندي مثلاً المعيار المهم لخالد إنه البوست كم متابع جاب أو البوست كم جاب زيارة للبروفيل تبعي فدعم هذا المعيار تبعي أنا فبس هذا بيختلف من شخص إلى آخر حسب الهدف تبعه وحسب حساب تبعه فإما أنك أنت بالدوري على المتابعة كم متفاعل إيجا عندك أو بالدوري على كم متابع جديد إيجا عندك الآن بالنسبة للإنستجرام أصعب شي بالإنستجرام إنه نجيب متابعين لأنه ما فيه إعلانات للجلب المتابعين للجلب الحبيب لأ جلب المتابعين فعشان هيك المعيار المتابعين عندي بالنسبة لإيجا قوي على الإنستجرام فأعتقد أعتقد يمكن بس دجابة باختصار عشان الوقت إنه البوست كم متابع جاب هذا معيار مهم أنه نطلع عليه بس تمام شكرا شكرا يلا يا غادة واختاموها يعطيكم العافية يعطيكم العافية أنا عندي سؤال إذا ممكن بخصوص موضوع الدورات الإلكترونية مثلا إذا أنا عندي البزنس تاتي هو دورات الإلكترونية موجهة للأطفال خاصة مثلا في مجال البرمجة شو أفضل منصة ممكن الواحد يبلش عشان يصوق هاي النوع من أنواع المحتوى والسؤال الثاني اللي هو الموضوع المحتوى نفسه اللي ما نعمله إحنا كريات بهاي المجالات هل مثلا إنه إحنا يكون التركيز على إنه مثلا يعني الأطفال فمثلا إنه أنا بركز إنه أنا أعمل المحتوى مثلا نشاهده الأطفال أو هم البيرن تعون الأطفال بمعنى لأنهم هم مثلا اللي راح يشتروا هاي الأنواع من الدورات ويسجلوا أطفالهم وهاي فهذول السؤالين بالنسبة إلي مثلا إذا ممكن نجاوب عليهم سؤال أبدا سيته بس السؤال الثاني مثلا مثلا لما بعض المحلات اللي بتبيع ألبسي للرجال بيستهدفوا الزوجات ما بيستهدفوا الزوجات لأنه الزوجات هم اللي بيعرفوا يشتروا لأزواجهم فدائما مين الدسجن ميكر مين الشخص اللي صاحب القرار شراء لهذا هو اللي بيستهدفه فمثلا بكون عندي أنا أكتر من استراتيجية في استراتيجية للترغيب وفي استراتيجية للاستهداف فمثلا أنا ممكن أحط إشي هيك كيوت الأطفال أنه تحببهم بهذا الموضوع وممكن أدور على الأهل اللي عندهم أطفال من الأعمار هذه للأعمار هذه وهدول هم اللي أستهدفهم وأفرجيهم القيمة فبصير أنه أنا عندي أكتر من شغلة بس هو هم الأهل مش يعني مش الأطفال تمام وبالنسبة للمنصات اللي إحنا ممكن نبلش عليها الإنسجرام مهم والفيسبوك فيسبوك والإنسجرام تمام أبتك العافية شكرا أهلا شكرا جميعا شكرا لكم جميعا إحنا نشرنا بالشات حساب أستاذ أحمد بركاته وخالة الأحمد إذا بنشرك مرة يغمى علي بجزء نشرته سبع مرة لأنه كل ما نشره في حد يسألني عنه فشكرا لكم كانت كتير 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 ورشة حلوة أسألتكم ما وقفت وهذا يعني عندكم فضول كتير حلو إيجابي وهذا الدد يعني أستاذ خالد سمت معنا ساعة ونصف حكي لا تنسوا إحنا كنا نسأل سؤال نسكت هو كان يحكي متواصل ساعة ونصف يعطيك العافية أستاذ خالد ما أثرت وعشان عشان ما نطول عليهم موضوع الأسئلة إذا ممكن تعملوا اليوم أو بكرة تسألوني سؤال فتابعوا ستريته خلال أبع 20 ساعة إن شاء الله عشان تحصلوا على إجابة لأسئلتكم ويعطيكم ألف آف يا أصدقائي شوفوا بعد أسبوع إن شاء الله سيكون معنا جلسة مثل هيك بس ستكون مع ريادية مستشارة في إطلاق المشاريع يعني أنت عندك مشروع راس المال بحدا يساعدك يدخل سيربس مش السوشال ميديا إطلاق المشاريع نفسه قدراتك قداش لازم تعطيه وقت بصراحة أنا ما إلي بالريادة أنا مش يعني أنا عندي شركة إنتاج بس مشاريع ريادية شوي تختلف اللي بدها راسك المال أو بدها منتجات وبرودكت فكونوا معنا رح أعلن عنه بكرة أو بعد إن شاء الله على ستوريتي شكرا لإلكم كلكم ويعطيكم ألف 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 عافية شكرا أستاذ خالد شكرا أن يعطيكم العافية شكرا أستاذ خالد إنت عندك مجتمع رقمي أي حدا بقدرين نضم إليه ولا كيف هو باشتراك شهري 25 دولار إيش بيستفيدوا الناس بيستفيدوا إنه في عنا محاضرة أسبوعية كل يوم 2 ساعة 7 المساء توقيت القدس وعمان والمحاضرة بموضوع تقني رقمي مختلف وكل إشي سويناه يكون مؤرشف ومسجن موجود على المنصة غير المعلومة كمان في تشبيك مع أشخاص مختصين وفي فرص متاحة للأشخاص دولا وفي عندنا هنا موجودين 2-3 برضو معنا هيدعاء سليمان تمدح فيه بتحكينها عضوة فيه طيب أستاذ خالد ممكن تحط اللينك عندك بالشتوري كمان أو تفاصيل انضمان بالضبط يبقى حقود كل موضوع هذا هلا على الانستجرام إن شاء الله شكراً كتير لقلكم إذا استفدتوا من إشي كتير حلو تنزلوا على الستوري عندكم وتعملوا من شن لأستاذ خالد عشان اللي عندكم كمان يتابعوا ويستفيدوا منه وتصبحوا على خيرات وليرات ترجمة نانسي قنقر